اشتركوا في القناة جلسات خمس ضمها اليوم الثاني والأخير لمنتدى خليج البحرين لم تخرج من دائرة طبيعة تلك التحديات والمخاطر التي تعصف بعالم المال والأعمال محاور تم تناول عنوينها بأسلوب تحليلي استفيد فيه ليتم استخراج الأسباب وإرفاقها بمتنوع الحلول الرامية إلى إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية على المستوئين الإقليمي والدولي اليوم النظرة إلى الاقتصاد العالمي تتمحور حول عدة تحديات أول تحدي هو السياسة الاقتصادية العالمية للإدارة الأمريكية الجديدة وإعادة النظر بالاتفاقيات التجارة العالمية الخروج من اتفاقية المناخ العالمية وبالتحديد موضوع الصين والاقتصاد الصيني والنظام المالي بالصين والمخاطر التي يمكن تنتج عن نمو القطاع المصرفي الرسمي والقطاع المصرفي الموازي القطاع المالي الموازي أيضا هذا أحد التحديات التي ينظر إليها العالم والتحدي الرابع هو التقلبات الجيوسياسية الأزمات الموجودة بشر الأوسط وكما الأزمة الجديدة في معكرية الشمالية اقتصاد يفرض عليه البقاء في مرحلة التوجس والتخوف جراء تلك المنحنيات التي تصادف سبيل استقراره وتقدمه وحتى نهضته بين الفينة والأخرى وهذا ما تستشعره تلك النخبة في مجاله ممن استوقفتهم متنوع الأسباب التي تقف وراء ضيق التنفس الذي يعاني منه ولا يكاد يسيغه العلاقة ما بين السياسة والاقتصاد دراقة تراطو يعني مرتبطة بعضها بشكل كبير جدا علاقة تردية لا علاقة متدخلة تدخل أي متغير بيحصل في الاقتصاد بين عكسها السياسة والعكس الصحي حاليا في الوضع اللي احنا فيه يمكن المتغيرات السياسية اللي بتنعكس أكتر من كم شهر من فترة اللي فاتت لما سعر النفط حصل فيه نوع من التراجع كان هو يمكن المتغير الأساسي اللي بيأثر لكن حاليا وطبعا سب انعكسات حقيقية على سياسات المنطقة في صورة العالم الجديد تستقر التجارة وتضطرب وفي حضرة العالم الجديد تتذبذب التوقعات حول مستقبل الطاقة وتغير المناخ الاستثماري وفي لغة العالم الجديد تفصل الإصلاحات بعمومها على جسم التحديات الكلية وفي قاموس العالم الجديد أيضا يصبح المشهد الاستثماري أكثر قدرة على المنافسة وأقل رغبة في رؤية انعكاسات السياسة السلبية أولا طبعا الوضع للسياسة في أمريكا ونوع من البراليسيس نوع الشلال الاقتصادي للسياسة في أمريكا بشي بيخوفنا طبعا السبب الثاني هو الصين الصين بسموه دين كتير مرتفع نحن تصورنا أنه بيقدروا يضاينوا بيقدروا يمروا بالأزمة بس ما في شك أنه مستوى الدين مرتفع جدا عندهم وعلى أسعر والسبب الثالث هو إذا ارتفعت الأسعار الفائدة منتدى خليج البحرين بنسخته الثانية جاء بمكنون الفائدة وعظيمها التي حلت على جملة من نقاط الضعف التي وطأت بقدمها على بيئة المجال الاقتصادي بتشعباته كافة في الآوينة الأخيرة مجال أكد المنتمون إليه رفضه لإملاءات متغيرات سياسة دولية تعزف لحنها بأدوات غيرها من القطاعات لتلفزيون البحرين محمد رشيدات